فأرجع تاني البكرة بكرة صعوبته في تغيير الجهاز الفني اللي فاركر الحقيقة برحيل نونو ألميدا وتعين كابتن إهاب جلال طبعا في مثل هذه الأمور اللعيبة بيكون عندها حافز كبير انه هو عايز يثبت نفسه قدام المدرب الجديد خصوصا ان انا هلعب النادي الأهلي لانه 99% اي فرقة بتلعب النادي الأهلي بستثناء فرقاتين 3 يعني بتبقى 11 واحد متكتلين وراء فممكن نشوف بكرة مباراة دفاعية اول مباراة لكابتن إهاب جلال هي ليست طريقة لعبه انه هو يلعب مباراة دفاعية ولكن اول مباراة ليه وبالتالي عايز يخلص عايز يعمل او يطلع باقل الخسائر فممكن نشوف بكرة مباراة دفاعية من الكابتن إهاب جلال لمحاولة تجاوز الخسارة وتحقيق نتيجة ايجابية في اول لقاء ليه لكن احنا الحقيقة انا خلاص مش هتكلم في موضوع ولا افشى ولا غيره خلال الفترة اللي جاي انا كل تفكيري هيبقى فقط ان انا ازاي ادعم فريقي خلال الايام القادمة في مباراته امام فرقه واللي بعدها لان احنا كلنا عندنا ثقة كبيرة جدا في لعبة النادي الاهلي وفي الجهاز الفني ان تعود بالنقاط السلاس وانواصل تصدرنا للدوري